عممت وزارة التربية والتعليم قرار مجلس الامتحان العام بعقد امتحان الثانوية العامة لورقتين في جلستين منفصلتين وعلى يومين لعدد من المباحث خلال دورة الصيفية المقبلة للامتحان المباحث التي شملها قرار مجلس الامتحان العام هي الرياضيات للفرعين العلمي والصناعي جامعات والرياضيات واللغة العربية تخصص للفرع الأدبي والشرعي ومبحث العلوم الصناعية الخاصة للفرع الصناعي كما شملت المباحث الانتاج النباتي للفرع الزراعي ومبحث انتاج الطعام وخدمته للفرع الفندقي ومبحث العلوم المهنية الخاصة لفرع الاقتصاد المنزلي وسيكون زمن الامتحان ساعتين لكل جلسة